وهذا ما أؤكده لكم وكل شركائنا ومن يتعونون معنا يقومون بالمراقبة لتقديم المساعدات لمن يحتاجونها أكثر من سوائهم وبالتالي فإن قوافل الشاحنات يجب أن لا تشتت ونحن نحرص على أن لا تصل المساعدات إلى الأيدي خير المرغوب بها ونحن ندعو مرارا لاحترام قواعد الحرب في هذه الحرب تحديدا وهذا يعني تطبيق القانون الإنسان الدولي أي تطبيق المبادئ النسبية والتمييز بالأهداف لا بد من إبعاد المدنيين عن الاستهداف وأيضا مواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها الناس بحثا عن الأمان لا بد من احترامها وبذلك علينا أيضا وهنا أؤكد أن هذه نقطة مهمة علينا أن نرى الوجه الإنساني لمدني غزة ومساواة غزة بحماس هذا أمر خطير ومضلل فهي معادلة لتقليل إنسانية الشعب ولتبرير ما هو غير مبرر إبقاء الوجه الإنساني يعني أن الشعب في غزة يستحق تعطفنا والرحمة لا أحد يستطيع أن يدعي أن هذه الصور والوجوه التي تعكس المعاناة الشديدة بشعب غزة لا يمكن أن ننكرها لا يمكن أن نغض النظر عن هذه المأساة الإنسانية الملايين خاصة في هذه المنطقة وخاصة في غزة لماذا ليس للعالم إرادة في أن يتصرفوا وأن يوقفوا هذا الجحيم الذي فتحت أبوابه عليهم إن هذا سيزيد من القطبية في المنطقة وهذا أيضا يزيد من احتمالية انتشار الصراع وأنا كمفوض عام سأزور غزة وأردد أصوات المجتمع المهتم غزة هي المكان الذي بدأت فيه عملي قبل 14 عاما وهناك أشعر بأنني علي واجب تجاههم سنأخذ ثلاثة أسئلة فقط عرفوا عن أنفسكم سؤال من الأي بي سي نيوز عذرا لا أستطيع سمع السؤال يبدو أن السؤال عن الوقود ما هي نسبة الوقود المتبقية والمتاحل سيديات المتابعة للعمل من المستقبل موسيقى المترجم للقناة بين أعداد العاملين الذين قتلوا والعدد الإجمالي للموظفين وأيضا قرناه بالتعداد للسكان ولدينا نسبة لا بأس فيها نتفهم التحديات التي تواجهونها أنتم وغيركم المؤسسة الدولية لكن الإسرائيليين قالوا إدعاءا محددا أن الوقود يتم سرقته من جانب حماس وهناك إدعاءات بأن بأنه يتم الإسلاء على المساعدات سؤالك الأول منشابه للسؤال السابق أنا لا أعرف ما لدى حماس أو ما ليس لدي لدى حماس في قطاع غزة ليس لدي فكرة عما لديهم من موارد ومخزون لكن نحن في مستودعاتنا حيث قطر وإسرائيل اتفقتا على إدخال الوقود لقطاع غزة من مصر كان هناك وقود قليل هل هناك 200-300-400 لتر موجود لا نعرف نحن هذا أمر لا نعرفه فلا يمكن إرسال شحنة إلى هذا المستوضع دون اتفاق وترتيب مع الجانب الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة كان هناك كميات قليلة من الوقود تدخل هذا هو كل ما في غزة من وقود لا لست على دراية بأن هناك وقود تم تسارقته كل ثقة بأننا أدخلنا أخذنا كميات وقود لاستمرار عملياتنا لكن الذي تشير إليه لا نعرف عن طريقة شكرا لكم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر